إسرائيليتان وزير الخارجية البحريني خالد من حمد آل خليفة اقترح خلال لقائه مسؤولين إسرائيليين كباراً في واشنطن عقد لقاء سري مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين نتنياهو ووصفت الصحيفتان العلاقة بين كيان الاحتلال الإسرائيلي ومملكة البحرين بالجدية لم تعد العلاقة بين كيان الاحتلال الإسرائيلي والبحرين سراً خافياً على أحد من متابعي السياسة في المنطقة والعالم فقد كشفت حركة الاحتجاجات السلمية للشعب البحريني الكثير من الأوراق بهذا الشان جولة وزير الخارجية البحريني خالد بن حمد آل خليفة في المنطقة والعالم والتي ابتدأت بتركيا حملته سراً إلى واشنطن لمناقشة الأوضاع الراهنة في بلاده مع المسؤولين الأمريكيين للاسترشاد برأيهم بشأن الأزمة في بلاده أزمة سببها تعنت النظام الحاكم برفض إجراء الإصلاحات وتلبية المطالب الشعبية المحقة بإعطاء دور للشعب في الحياة السياسية وذلك من خلال الاستقواء بالازدواجية الأمريكية ونفاقها المشين ودعواها بدعم الثورات عندما تقتضي مصالحها ذلك والوقوف بوجهها كما هو الحال مع احتجاجات الشعب البحريني السلمية وبشكل لافت من أجل المصالح أيضا وفي مفاجأة اعتبرها المراقبون من العيار الثقيلة كشفت تقارير صحفية عبرية النقاب عن زيارة وصفت بالسرية قام بها وزير خارجية البحرين لمقر حركة حباد الدينية اليهودية المتطرفة في واشنطن وبحضور سفيرة البحرين اليهودية لدى واشنطن هودا أزراء نونو التي تعتبر عرابة العلاقات منذ فترة طويلة بين المنامة وتل أبيب وقد شارك في اللقاء مجموعتنا من كبار ممثلي اللوبي الصهيوني وعضاء بارزون من منطقة إباك المتطرفة واللجنة اليهودية الأمريكية ومنظمة بني بريت بالإضافة إلى شخصيات يهودية نافذة في واشنطن ونقلت وسائل إعلام عبرية عن وزير الخارجية البحريني قوله خلال اللقاء إنه على جميع أن يدرك بأن إسرائيل لها وجود تاريخي في منطقة الشرق الأوسط وأنها موجودة هناك في تلك المنطقة وللأبد وذهبت تقارير الصحافة الهبرية إلى أن مسؤولين إسرائيليين كبار قد أضمهم اجتماع واشنطن عقب إلحاع الوزير البحريني على الحاجة الماسة للقائهم للتنسيق بإشان الاستفادة من الخبرة الإسرائيلية بقمع الانتفاضة الفلسطينية في قمع انتفاضة شعب البحرين الأعزل وقد حفلت اللقاءات الدولية وهوامشها بلقاءات بين المسؤولين البحرينيين والإسرائيليين بالاستعانة بالتكتم الإعلامي عن الشعب البحريني والشعوب المسلمة الأخرى ويبدو واضحا أن معالجة السلطات البحرينية للاحتجاجات المطالبة بإصلاحات دستورية جذرية تعدت القمع المحلي إلى الاستعانة بالقوات السعودية المتمثلة بقوات دره الجزيرة إضافة إلى قوات الأمن الإماراتية لترسوا على الساحل الإسرائيلي لضرب الشعب البحريني وتطلعاته المشروع وحقه المشروع في وطنه يذكر أن البرلمان البحريني القديم وبالرغم من التساؤلات المثارة عليه كانت أهم مطالبه هي إلغاء التطبيع مع الكيان الإسرائيلي الذي تسعى إليه السلطة حيث دعت السلطة إلى إقامة كيان إقليمي تشارك فيه إسرائيل كما وقعت المنامة وتل أبيب اتفاقية للتجارة الحرة عام 2006 اشتركوا في القناة